في تلك الأثناء أكدت شخصيات سياسية تركومانية في كاركوك أن قوات البيجمرقة هي قوات جميع مكونات وقوميات كاركوك مؤكدة أن الشارع التركوماني بشكل عام داعم ومؤيد للبيجمرقة ويقف بالضد من بعض السياسيين الذين يريدون التصيد في الماء العكر الشخصيات السياسية التركومانية أكدت أن تضحيات قوات البيجمرقة ستظل في ضمائر جميع قوميات ومكونات كاركوك مشهددين على أن البيجمرقة هي من دافعت بحق عن كاركوك وأهلها وقدمت في هذا السياق العديد من الشهداء الذين سالت دماؤهم دفاعا عن مدينة كاركوك أشادت شخصيات سياسية تركومانية في كاركوك بالدور البطولي لقوات البيجمرقة في دفاعها عن كاركو وأهلها دون تمييز مؤكدين أنه ولولا يضعط ووقوفها بوجه الإرهاب لا كانت كاركوك الآن كباقي المدن التي وقعت تحت سيطرة إرهابي داعش الشخصيات السياسية التركومانية أكدت أن قوات البيجمرقة هي قوات جميع المكونات في كاركوك قوات البيجمرقة ليست طريقة على البلد وإنما جزء من المنظومة الدفاعية في البلد وهي قوة دستورية ونحن نشيد بدور البطول للبيجمرقة في الدفاع عن مدينة كاركوك وحفظ أرواح ومتلكات أهل كاركوك ونرجو من الله الموفقية لكل الذين يحاولون الدفاع عن كاركوك ونستذكر شو دائب ببيجمرقة ونرجو من الله الرحمة والمغفرة لهم إن شاء الله ببيجمرقة نحتاج فيه أوضاع الحروب وحفظ الأمن عن التهديدات الخارجية الآن كاركوك تعيش هذه الظروف فلهذا معظم الأطراف السياسية في كاركوك تدعم وجود مشاركة مساهمة ببيجمرقة في هذه الحروب ضد الإرهاب سياسيون تركمان أكدوا أن تضحيات قوة البيجمرقة ستظل في ضمائر جميع قوميات ومكونات كاركوك لأن البيجمرقة هي من دافعت بحق عن كاركوك وأهلها وقدمت في هذا السياق العديد من الشهداء الذين سالت دماءهم دفاعا عن كاركوك السياسة هي أن نخدم الشعب والمصدر الأصلي لكلمة السياسة يأتي من ساسة الخيل لذلك عندما ننطي تصريحات نارية لتمزيق الشعوب أو لتمزيق العراق لابد أن نفكر ليس مرة بل عدة مرات الذين يطالبون بخروج البشمرقة من كاركوك ما هي إلا تمزيق كاركوك وساكنيها وأعتقد الذين يريدون أن يخرجوا البشمرقة من كاركوك يريدون أن يصبح كاركوك مثل المنصل وباقي المحافظات التي احتلتها داعش لذا أرجو من الإخوان السياسيين عدم تكرار هذه الكلمات المشينة لخروج البشمرقة من كاركوك بشمرقة ضحت بدماءها بأرواحها بأطفالها بنسائها لحماية هؤلاء المواطنين لحماية أهل كاركوك بجميع تيافها من الشيعة والسنة والكرد والتركمان والعرب وجميع الأقليات الموجودة فيها لذلك وأن مقائل بشمرقة إلى كاركوك معناها حمايته أهل كاركوك من العدوان الغاشم كاركوك لها منطقة جغرافية استراتيجية لا يفهمها إلا العالمون إلا العارفون فعلينا كافة من كافة المكونات التلاحم والتكاتف ضد أي هجمة خارجية على كاركوك وعلى أي شبر من أراضي العراق نريد تزايد قوات البيشمرقة نحن نبارك قوات البيشمرقة نحن نرفض ولا هناك من يدعي بهذا من الوطنيين فأي شخص وطني أي مجموعة وطنية يجب في هذه الظروف التعاون وعدم التفرد المواقف النبيلة والمشرفة للسياسيين والمواطنين التركمان في دعم ومساندة البيشمرقة والإشادة بتضحيتها في الدفاع عن كاركوك تعبر بحق عن عمق العلاقة والمحبة والمكانة الرفيعة لقوات البيشمرقة في قلوب وضمائر جميع قوميات كاركوك وخاصة التركمان يشار خالد فضائية كاركوك